بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا يوافي مع ماهو ويكافئ مزيدا اللهم صل على سيدنا محمد الذي ملأت قلبه من جلال وعينه من جمال فأصبح فرحا مصرورا ومؤيدا منصورا وعلى آله وصحبه كل نمحة ونفس على لكل معلوم لك اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت إذا شدت جعلت الحزن سهلا اللهم ابتح علينا وطوح العارفين بحكمتك فانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعلنا بشرحك عالمين ومما علمنا عاملين وفي عملنا مخلصين اللهم اوفق فضيلة الشيخ علي جمعة والقائمين على هذا المكان المبارك لما تحبه وترضاه وأعلمهم على ما هم بصدره من نشر الدين وتعليم العلم ونشر التصور واجعلهم هداة مهديين يا رب العالمين فبلغفر لنا ذنوبنا وإسراقنا في أمرنا وتبق أقدامنا وانشرنا على القوم الكاثرين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلننا وما أنت أعلم به مننا اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ولأصحاب الحقوق علينا ولكل من سألنا الدعاء ولكل من سألناه الدعاء ربنا هم لنا من أزواجنا وضربيا فينا قررة أعلمنا واجعلنا للمرتقين إماما وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ويقول المصنف رحمه الله فصل وكل ما آن خرج من السبيلين نجس من المني عقد هذا الباب ببيان النجاسة وانتسامها إلى مغلظة ومخففة ومتحسطة وكيفية اتسانتها وغيرها نتعرف على النجاسة النجاسة لغة كل ما يستقر كل ما يستقر وكلمة الاستلاح كلمة ايه الاستلاح الاستلاح معناه في اللغة الاتفاق الاستلاح معناه في اللغة ايه استلاح واستلاحا اتفاق طائفة مخصوصة على امر معهود بينهم متى اطلق صرف وليس من اصله في وضع اللغة لانه لو كان من اصله في وضع اللغة دخل في ايه في اللغة واضح يا رجال اكبر محمد هم طيب في الاحكام الشرعية نقول شرعا كما سبق في اول الكتاب هذا الكتاب لغة من ضم والجرع واستلاحا كان والطهار رغة النظافة وشرعا ومره يقوله وعرفا يعني متى اطلقا صرف اليه ده به يو ده انت اضربنا المثل ده قبل ذلك تدخل الورشة والمعلم يقولي ايه يا بيليا هاي بقى معلم يبقى مجالي عالمعلم المعلم قولي للصبي هاد الدراع هاد اليد هاد ايه اليد يوم الولد يرقل ويأتي بحتة حديدة فيه هذا معنى ايه الاصطناح هي عند الورش هاذي تسمى ايه يد ولكن هي في اللغة كذلك هذا هو معنى الاصطناح ورح تبا هاد ايه هاتي والد دراع يا والد يقل هاتي الدراع هاتي الدراع يوم الولد يرقل ويأتي بكتعة حديدة اخرى هذا هو ايه الضراح طيب يقرب الطالب على الشيخ جل وجاء رجل مد يا ولا المد معناه كله ايه مين يعرف المد في الباو في التجويد يا غجر المد معناه في اللغة ايه الزيادة معناه في اللغة ايه ومنه قوله تعالى ويمددكم بانوال غبنية يمددكم ربكم ستآدم لكن معناه في الاصطلاح عند التجويد علماء التجويد يقولون اطالة الصوت يفهمون كلمة غجر محمد غجر محتربون معناه في الاصطلاح عند علماء التجويد اطالة الصوت عند ملاقات همز او سبو ساعة الولد ما بيقرأ على الشيخ وجاء رجل الشيخ المد يا ولا تفهم ايه المعنى الاصطلاحي ولا اللغوي يقعبوا ايه وما تفعلوا من خيرك اظهر يا ولا الاظهار معناه في اللغة ايه البيانة واصطلاحا اخراج كل حرف من مخرجه من غيره والذل من حرف المضح ساتقوله اظهر يا ولا الاظهار معناه في اللغة ايه البيانة يوم الطالب بدل ما بيقرأ ما تفعلهم من خيرك من خيرك من خيرك من خيرك بسرعة يحترى الشيخ ايه يضربك انا بس عايز نفهم الاصطلاح تفهم بوضحك نعم اتفاق وطائفة الناس على امر معهود بينهم لما لا اتل قدس صرف اليه صرف اليه وليس من اصله الكلام يجري من كلام كلام معناه في اللغة ايه اهمه يا غجب اهمه كلام في اللغة ايه او لا كلام معناه في اللغة ايه 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 لكن عند النحويين لهم اصطلاح عند الشرعيين لهم اصطلاح عارف عن علماء التوحيل كل جميعا عنهم مصطلاح كل ما أفد زي الشعر ما نقول إيه؟ حشارة حشارة إيه؟ بطرف العين خيفة أهلها أنا سيد يا رحمة حشارة بطرف العين خيفة أهلها إشارتها محزون ولم تتكلم حشارتها ما سبعنا كده فأيقنت أن الطرفة قد طال المرحبا وأهلا وسهلا بالحبيب متيّن هل أحب تتكلم؟ نا تتكلم؟ أحب تتكلم؟ وفهمت يبقى ليس طلحتها منها؟ نا فهمتها يا رئيس؟ إن شاء الله نيجي هنا بقى للنجاسة النجاسة في الله كله مستقنع يعني ذلك يحد تقول لك لنجاسة لنجاسة واصطلاحا لو تعريف الشيخ رحمة الله عليه دخل تعريف دخل تعريفا طويل ولكن هو أي الأخصر منه أن نقول مستقدر يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص مستقدر يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص المالك واذا تتدع تلك المالك المتجوز مزيد المالك المجاسة المعفوة عنها نعم نعم زي البرش لو واحد في بتيابه لا دم برش هل يستطيع التعاطف به خاصة إذا كان هناك برش كثير يعني يدخل يستشطر ويستحمل ويستروش ويرتسل ويبنس ملابس نظيمة وعلى ما يجي يصنعه يعني ما تعمل على الله يعني هروح ايه فده ايه محفو محفوة فالنا سيأتي المحفوة مستقرر ايه حيت لا مرافوة وهو رحمه الله قال كل عين حرما تناولها على الاطلاق حالة الاختيار مع سهولة التمييز مع سهولة التمييز لا لحرمتها ولا لاستخدارها ولا لضررها في مدن او عقل كل عين في اولها مدفرة كل عين حرما تناولها على الاطلاق حالة الاختيار مع سهولة التمييز لا لحرمتها ولا استخدارها ولا لضررها في بدل او عقل او عيوة دي بقى خير المجاسة العيان النجسة هذا المعنى ايه او عارة مع اللعبة في الشرع او الاصطلاح او العلم كماشي عند الاطلاق لو قلت هذا نجس لأنه مراد به نجسة المعنى الاصطلاحي ولا اللغوي الاصطلاحي وقعت علي نجاسة وأنا في الصلاح لو قلت وقعت علي نجاسة وأنا في الصلاح فمن مراد منها المعنى اللغوي او الاصطلاحي طيب نبدأ بقى بالتعليق كل عين حرم تناولها بقي سؤال هل الاصل في الاشياء الحلم ما لم يأتي شيء بتحريمه أمن أصل التحريم ما لم يأتي دليل على تحريم على حلة ده مش موضوع معدل هتتبقى مش غزة طيب كل عين حرم تناولها على الاطلاق في جميع الحالات حالة الاختيار حالة ايه الاختيار خرج حالة الضرورة الضرورة يبع فيها أكل الميزة وغيرها حالة الاختيار كل عين الحرم تناولها على الاطلاق حالة الاختيار ما مع ايه مع سهولة التمييز خرج ما كان التمييز فيه عسر كالجب الجب فيه دود نعم لا يمكن خروبه ولا يمكن تمييزه عنه عشان ايه ابتع الجبنة كده كل ما ابتعها دود اعطع قطعة هلا اجلوا فيها ايه دود فهن يحلوا اكلها بهذا دود امان ها لا يحلوا لعدم امكان التمييز يحلوا اكلها بدودها لكن ما يجيش كده ايه مقاظ لا لا يتسمح وان ترحم ايضا لا ترحم ايه هيترحم ايه هيترحم هيترحم لو قلنا لا تحرب مش هللا اجرب لا يدخل في حكم كل كل مائي موضوع تمام تمام في حالة الاختيار مع سهولة التمييز لا لحرمة الهاتف ليخرج الادمي الانسان بعد موته وقبل موته بعد موته طاهر وقبل موته ايه بعد طاهر فهذا يحل اكله لماذا لماذا لحرمة ما معنى حرمة لاذا حرمتها كونه محترم كونه ايه محترم يعني لا لا احترام لا لحرمة ولا ايه من المؤرذة من المؤرذة من المخار او المصار هل تطيب النفس الاكله مع انه طاهر لكن هل يحل اكله المن المن طاهر صح هل يحل اكله لماذا؟ او عام او عام كالنبات المطر السم او ايه الاشياء التي تضر العقل لا تعليم الا الاشياء قال وكل مائعا خرج من السبيلين نجس الا ايه المنين لماذا استثني المنين لان له ايه 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 لا 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 لانه اصل حيوان طاهر لانه ايه لانه اصد حيوان طاهر لانه ايه اصل حيوان طاهر فالمنى يطاهر الا منيا ها الكلبي والخمزين وما التولد منهما او من احدهما من جميع الحيوانات بخلاف اللبن اللبن طاهر ويشرب من مأكول اللحم أما من غير مأكول اللحم فهو نجس ولا يجوز تنهول لبن الحمار لحد تنهول ويجوز تنهول لحد يشربك مأكول العايز نقوان لأي وقت أنا قلتها على فكرة انتو خدش بلت بلكم مأكول 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 طاهر كالمعز والبقر والابد لبنوها طاهر أما ما لا يؤكل نعم ما لا يؤكل مأكول حمارة لا يسرب لبنوها نجس إلا الأدم المرأة أكل لا لكن لبنوها طاهر طاهر تمام؟ المائع طاهر من الحيوان الطاهر إلا من الجلب والجنس وكل مائع خرج من السليلين الجسم المائع خرج من المائع المتصلم الذي الذي لا تحينه المعنى كما لو ابتلع الفغل شيئا قرش مثلا أو طاهر متنجس 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 حتى حتى لو تخلق الحيوان من الجس من البطن تقدروا تقدروا معاكلا ومأي تعالوا تباعد كده حفظكم فصل في بيان النجاسات وإزالتها وهذا الفصل مذكور في بعض النسخ قبيل كتاب الصلاة والنجاسة لغة الشيء المستقدر وشرعا شرعا الأحكام الشرعية يقولون شرعا لكن في غيرها يقولون اصطلاحا او عم وشرعا كل عين حرم تناولها على الإطلاق حالة الاختيار مع سهولة التمييز لا لحرمتها ولا لصارها سارها احترامها كمه وهو ايه؟ محترم الوامين الإنسان مولانا أي شيء يجعل هذا من خطاب من الله حيث الله تعالى وَلَقَدْ كَرَّنَّا بَنِيَاتٍ نعم لا يدوز أكثر الإنسان لا لحرمتها محترم ولو كان كافرا أو مرتدا لا لا يدوز أكثر الإنسان لا يدوز أكثر الإنسان لا لحرمتها ولا لا لاستقذارها ولا لضررها في بدل أو عقل ودخل في الإطلاق قليل النجاسة وكثيرها وخرج بالاختيار الضرورة فإنها تبيح تناول النجاسة وبسهولة التمييز أكل الدود الميت في جبن أو فاكهة ونحو ذلك وخرج بقوله لا لحرمتها ميتة الآدمي وبعدم الاستقذار المني ونحوه وبنفي الضرر الحجر والنبات المضر بالبدن أو عقل السمن يحرم تناوله ومع ذلك فهو طاهر أم نجاس طاهر طاهر ثم ذكر المصنف ضابطا للنجس الخارجي من القبل والدبري بقوله وكل مائع خرج من السبيلين نجس هو صادق بالخارج المعتاد كالبولي والغائطي وبالنادر كالدمي والقيحي إلا المني إلا المني من أدمي أو حيوان غير كلب وخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما مع حيوان طاهر وخرج بمائع الدود وكل متصلب كل متصلب لا تحيله المعدة لا تحيله المعدة فليس بنجس بل متنجس يطهر بالغسل وفي بعض النسخ وكل ما يخرج بلغ المضارع وإسقاط المعدة غسل النجاسة إن كانت مشاهدة بالعين فقال وغزت جميع الأبوال والأبوال جواجب إلا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام هنا انقسم النجاسة إلى ثلاثة أقسام المتوسطة وبدأ بالمتوسطة المتوسطة ما عدا نجاسة الكلب والخنزير وبول الصبي الذي لم يأكل الطعام وأقسمه أقل من سنة هذه إما أن تكون حكمية أو إن شئت قلت معنوية وهي التي لا طعم لا ولا ريح ولا لو لا لو ترى بالعين ولا طعب ولا رائح هذه يكفي غسلها مرة واحدة السلاس والسكفي غسلها مرة واحدة ولكن السلاس أفضل السلاس السلاس غسلات الأفضل ولماذا كان السلاس أفضل ها يا ابو الأظار ها بالإختياد المطابقات أقرب للسلاة 3 مرات لأنه ممكن أن يكون العصر لا زال لا دا عزال 100 مية هو بس حاجة يعني النجاسة كده إيه إليهم بس مخش لا لون ولا طعم ولا ريح إلا معد كده لقيت الولا يطرتر باي أمجاب على إذن الوقت أولا تولا ويا نون ويا طعم ويا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من لومه فلا سيأتي قوله ويوصل من سائر المجاسات مرة تأتي عليه والتلافة أفضل لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من لومه فلا يضع يده في الإناء قال يرس يده في الإناء حتى يغسلها فلا إنه لا يدري أين بيتك ولا تزول العهدة الشارع إذا غير حكما بغاية الشارع مين سيدنا رسول الله مين الشارع الله 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 عز وجل ورسول حضاتها رسول صلى الله عليه وسلم إذا غيا حكما بغاية فلا يخرج من أهدته إلا باستيعابها يعني لو غسل يده مرة حتى تزول الكراهة وإذا وضعها في الإناء ها فهي صارت طاهرة يقينا حتى لو كان متأقل نجاستها وغسلها مرة طهرت إيه يقينا لكن لا تزول الكراهة لأن رسول الله أمر عونها وضع اليد في الإناء قبل غسلها ثلاث مرات مع الشك في طهارتها تمام فإذا أفضل ثلاث ثم قال رحمه الله وغسل جميل الأبوال والأوراث ولو كان مأقول اللحم واجب لماذا قال مأقول اللحم من يجيه ردا على من قال ما أكد لحمه فبولوه وروثه طاهرا هو إيمان مالك ما تزميشها حتى بالك ردا على من قال إيه مأقول اللحم بولوه وروثه طاهرا الرجال قال ولو كان من مأقول اللحم نعم وكيفية غسل النجاسة إن كانت مشاهدة بالعين وهي المسماه بالعينية تكون بزوال عينها ومحاولة زوال أوصافها من طعم أو لون أو ريح فإن بقي طعم فإن بقي طعم النجاسة ضر أو لون أو ريح عصر عصر زواله لم يضر وإن كانت النجاسة غير مشاهدة هنا بقى إيه ما أحدث كما إذا كان النجاسة لون أو طعم أو ريح إذا كانت لا لون ولا طعم ولا رائحة غسل زي ما قلنا من أفضل كلام لكن غسل واحدة إيه إذا كان في لون وليح وطعم يبقى الأول إيه زالة أو صفر طيب إن بقي اللون وحده وعصر زواله لم يضر ويطهر المحل ويعفى عنه إن بقي الريح وحده لم يضر أيضا ويطهر المحل أما إن بقي الطعم وحده يضر لأن بقاء الطعم يدل على إيه بقاء عين النجاسي بلالة قوية إن بقي اللون والريح في مكان وحد فهما كالطعم بقوة بلالتهما على إيه بقاء عين النجاسي في مكان وحد لكن لو كان اللون هنا نعم اللون في الثوب من أمان بسم الله الله والريح من خلب هم من أسفر نعم فعصر زواله هذا وعصر زواله هذا معفوض معفوض غير مشاهدة وهي المسمى بالحكمية في أكفي جري الماء على المتنجس بها ولو مرة واحدة ولو مرة واحدة ثم استسنى المصنف من الأبوال قوله إلا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام الذي لم يأكل الطعام على جهة التغذي ولم يبلغ سنتين يبقى صب ذك ولي خرج به الكنثى وقالهم لم يأكل الطعام خرج به ما لو لن في الغالب أو ما بيختموهم على عشرين سهر وبيأكل هو بيأكل في ساعة بعد ست شهور ساعة بعد ست شهور بيأكل إذا أكل علاجات إيه تغذي أما لو كان علاجات العلاج كان يعطى مثلا معلقة الدواء أو الصفوف فلا يعتبر هذا الطعام وإلا يبقى حوله تمام يبقى أيضا أن يكون دون الحولين أقل من سنتين وأن لا يأكل غير اللبن على سبيل التغذر وأن يكون ذكر فأما الصبية أو الخنسة فليس جمال دليلنا أن أم قيس أتدب من الله وما رسول الله صلى الله فأجلسه في حجر فبال في حجر فدعى من ماء فلوحه وهو الغسل الفرط بين النطح والغسل الغسل تصب الماء هكذا ويسيل الماء ويخرج من هنا لو يغمر المكان وإيه جنز أما النطح تنضح هكذا يغمره ولا يصير بقي لو كان أذكر ذلك إذا لم يبقى في البول وصف وإذا كانت رائحته كريها نعم تمام وهناك لون ولم يزل بالنطح ماذا نفعه هكذا تطير بالصابون لا ما غليت شدعه بالصابون يبقى إذا بقزبته في الغسل أو الغسل يعني محل الاتصال على النطح والرش حيث لم يبقى أثر للنجاس فإن بقي أثر وجب أثر لأن أم قيس أتت بإذن الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال في حجر فدعا بماء فنضحه ولم يغسر كم عدد السبيان الذي بار بال حجر رسول الله ستة 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 قد بار في حجر النبي أطفال قد بار في حجر النبي أطفال حسن حسين ورمي حسن حسين بن الزبير بال كذا سليمان بني هاشمي هذا سليمان ومني هشاني هاشمي هاشمي لا هي هشام تعريف عبير بات الشطر الثانية مولينا وابن أمي قبيس الجاء في القسنان في القسنان أمي أدي نولا برش خمسة وابن كور كام 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 يا شكرا خمسة مرات حسن 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 وسي ابن الزبير سليمان بني هشام طيبا هي بني هشام نعم بعدها قبيس الجاء في القسنة أو جايز تكون داني هاشمي بس مش فتاك كدوها هي مكتوبة لكدو من المهم هم كان خمسة خمسة ثلاثة بجري وقد بال في حجره صلى الله عليه وسلم ستة أدفال نظامها بعضهم بقوله أدفال العباد ويأخذ من الحديث السابس لا يشوفون قد بال في حجر المنو الأدفال حسن 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 سليمان بني هشام حسن ونبني هاشم حسن حسن أم حسن 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 من المنو الأن حسن أتتتنى حسن حسن قد من المثال حسن السبيع اللي باري في حجر النبي الله أعلم تثبت له الصحبة هي الرؤية هي رؤية النبي السلام ورحمة الله الصحابة الصحابي يعرفه كل من لديه كل من لديه النبي صلى الله عليه وسلم مؤمن مؤمن بيه ولو لحظة ولو حنكه النبي عارف التحنيك دي عنيه تعرف التحنيك ها التحنيك دي يجيب الصبي هو مولود بس يقول درجة طيب زي حضرتك هم بيجيب حاجة حلوة ايه يمضغها وبعدين يحطونه بقه كلا شواء بصبعة لا ايه عند الولاي قالوا كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو ايه لحن ولو كان نائما لو مر عليه رسول الله نائما وهو نائم ولو لم يرى رسول الله كأمكان اعمى من الهم مكتون ولو مر هو على رسول الله ورسول الله نائم كل هذه الحالات تزمت له بسرعة لأن نور رسول الله قوي لذلك قال هيا البجول 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 نعم تقول اياه اه اه كان الجدويه ايه اه اه يا رسول الله كان الجدويه ايه العرب الجلب يعني ايه بلنك ده جلب يعني اللي هو حيطة زي كده اه زي ايه زي كده زي كده ده جلب يعني فهمش حاله خالص بابو زي وزي بابو زي بابو زي بابو بابو زي بابردو كأمبارة اخرى كان الجدويه الذي يبول على ها على ساقين اه ساقين يقف يتبول كلا ولا يعرف ايه عارة ولا مجاسة يمتق بالحكم الله وفيه لماذي معناها زي الحديث اللي قال فيه جعوه فقد بقوها الرجل بعد قد ايه كم دقيقة ها وكل من اتصل بالنور المحمدي يمتقنا زي بابو الشيخ ايه بابو الشيخ يقول ما من نعمتك نلنا بها خير في الدنيا والاخرة او صرف بها عنا مكروح في الدنيا والاخرة الا وسببها صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يعني الطائلة هارسة ديت ها النور اللي احنا كل شيء ايه سبب النبي صلى الله عليه وسلم وفي الجنة كده هو برضو ايه الوسيلة انها ايه منزلة ايه لا تنبغي الا العبد من العباد ارجو الوسيلة ديت كل ما يأتي الاجبنة عن طريقه المجد يبعا اذا ابول الصبي لخلاف الصبية الصبية وما الفرق بينهما والرقة بينهما بان النفوس تقلب حمل الصبية اكثر من جهة الحمل الصبية هذا في الغال بان الانتلاف بحمله اكثر قالوا ايضا ولان بول الصبية ركيب خفيف لا ينصخوا بالايه بالمحل لخلاف بول الصبية والرقم كده واضح بالنسبة بالنسبة شرب المخاط للحولياء وهذا اذا يعني اذا طابت المفس بي على سبيل التبارك لا بأس به الناس ثم استسنى المصنف من الأبوال قوله إلا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام أي لم يتناول مأقولا ولا مشروبا على جهة التغزي فإنه أي بول الصبي يطهر برش الماء عليه ولا يشترطه في الرش سيلان الماء فإن أكل الصبي الطعام على جهة التغزي غسل بوله قطعا وخرج بالصبي الصبية والخنفة فيغسل من بولهما ويشترط في غسل المتنجس ورود الماء عليه ورود الماء عليه كان قليلا ورود الماء عليه كان قليلا فإن عكس لم يطهر هنا إذا كان لنا قليلا مثل هذا سبعنا في الماء المستعمل المستعمل ومستعمل في رطح الحدث أو إزالة الماء وهو طاهر غير مطاهر ولكن بشورك عشان الماء المستعمل يكون طاهر لابد أن يورد على المحل هكذا تمام؟ لكن لو أوردت هذا لو كان هنا نجاسة حكمية عينية أي شيء قليل أو كثير ووضعتك الماء ما لا يحصل إيه أكيه؟ تنجسنا طالما هو دون الكلة إذن في حكم الغسلة كذلك؟ الغسلة كذلك؟ طالما هو دون الهد أن يرز الماء عرشا وأن يطهر المحل فلو بقية رائعة أو لون لم يطهر الماء لأنهم يقولون حكم الماء المنفصل حكم المحل طهارة ونجاسة حكم الماء ها المنفصل ولو لم يتغيب ولكن بقي بالمكان إيه؟ رائح يبعي الماء الماء ده إيه؟ متنجس بمشروط طهارة الغسلة كما الأول أن يكون الماء وارداً لا مورود وأن يكون الماء قليلاً طبعاً وأن يطهر المحل وأن ينفصل وأن لا يزيد إيه؟ وزنه لأنه لو زاد وزنه فمن أين أتت هذه الزيادة؟ من النجاسة من النجاسة طبعاً؟ ولو جرى قليل ما على محل نجاسة ها ولم يزيد وزنه ولم يكون مضاقراً أذان النجاسة على طهر المحل لأنه إذا لم يطهر المحل لم يطهر الماء المنفصل نقول حكم الماء المنفصل على المحل حكم المحل طهارة هنا تاني واضحة كنه واضح 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 ثم استثنى المصنف من الأبوال قوله إلا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام أي لم يتناول مأكولاً ولا مشروباً على جهة التغذي فإنه أي بول الصبي يطهر برش الماء عليه ولا يشترط في الرش سيلام الماء فإن أكل الصبي الطعام على جهة التغذي غسل بوله قطعاً وخرج الصبي الصبية والخنسة فيغسل من دولهما ويشترط في غسل المتنجس ورود الماء عليه ورود الله تعبد من ورود الماء إن كان قليلاً ورود قوة فإن عكس لم يطهر أما الكثير فلا فرق بين كون المتنجس وارداً أو موروداً إذا بشرط إيه شرطي أكبر لا الماء الكثير لا يضر وأورد عنه أورد هو على الماء شرط ألا يتغير الماء الكثير لا ينجس إلا تغير ولو تغيراً يسيراً وإذا زال التغير زال النجس طهر ولا يعفى عن الشيء من النجسات إلا اليسير من الدم والقيح هذا خرباء في المعقبات يتصر على هذه الأشياء ولكن النجسات التي يعفى عنها أكثر من ذلك فما سيتعرف إن شاء الله إلا إيه؟ فيعفى عنهما في ثوب أو بدن إلا إيه؟ ولا يعفى عن شيء من النجسات إلا اليسير من الدم والقيح وهذا مرجعه من العرب لو كان الدم معروف الملقيح والصدين هو الدم أيضاً لكن لو نرسال إلى عفور حينه وبيعش فيعفى عن قليلة في الثوب والددن منه أو من غيره منه إيه؟ أو من غيره؟ وبعضهم يددون خليل بما لا لوضعت الراحة أكذا وضعت هنا شيئاً ما لا يسير من هذه الجوال وتصح الصلاة معهما وإلا ما أي شيء لا نفس له لا نفس له لا نفس له سائلة لا نفس له سائلة يعني إلا خلم النفس تطلق على الدم كلمة نفس سبحان الله لا نفس له سائلة إلا دم له سائل هذا إطلاق لعلى أربع إطلاقات في المهم الثاني تطلق على العذاب والعقاب ويحذرك من ماه عذابه وعقاب والإطلاق الثالث تطلق على ذات الشيء والإطلاق الرابع الرابع في الشيء يقول إيه ما لي نفسه من كده ما لي نفسه من كده ومات فيه فإنه لا يملك دليل ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الإمام إذا وقع الزباب في إناء أحدكم فليغمسه فيه ثم ينزع فإن في أحد جناحيه إيه داء داء وفي الآخر داء وزام فيه رواية وإنه يتقي بجناحيه الذي فيه الداء وهو العيسن يعني هو ينزل على إيه على الجناح اللي فيه إيه داء اللي فيه الداء طيب بشرب ألا يكتر بحيث يغير الماء بحيث إيه يغير الماء ألا يغير الماء وألا يطرحه أحد وألا إيه يطرحه أحد لو جيه أحد كده مزاجه مزاجه كده وقد ذبابة ميتة أو نحلة ميتة والنحلة كده وألقاها في الماء نعم يبقى كده إيه تنجسه واضح واضح ما لم يكن ما لم يكن عن طرح نو التغيير ما لم يكن إيه عن طرح نو التغيير لو طرح النحلة بيتة أو طرحها في إيه حار مبادد تنجسه وكده لو كثر فغير الماء ومما يعفى عنه أيضا ما لا يدركه البصر نعم عن البصر المعتدن نعم وغير ذلك تنجسه 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 ترين تصدي تبلا أو عرب ويثوب وتلوج يصلي ورا بطريقه لا يا صلي لا 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 هله هنعمل فيه طيب هو يصلي صح لكن لنعلم أن محل الاستجمار بالحجر معظون عنه بالنسبة لصاحبه فقط في الصلاة ويحن استجد بالحجر وقام يصلي يصلي إمامه مقموم وكل شيء لكن لو جلس في ماء قليل نجس نجس لو جلس نجس ولو حمله مصلم نجس يعني لو واحد يصلي كده وقالوا واحد مستنجب الحجر أبراكب على كلفه وأبراكب عليه وساجه أصابي أصابي أو كبير بطلة الصلاة ولو جلس في ماء قليل نجس نجس طيب لو أنت طائر أنت عصفور حل في ماء كده وقع فيها عصفور طبعا يكينا أنها رجسة المنفذ ولا إيه هل ترجس ما لا تنجس لا تنجس لا تنجس لا تنجس لا تنجس لا تنجس معا العسر الاحتراز لا تنجس لا تنجس لا تنجس لكن العسر الاحتراز عن الخلاف المحترم اللي هيجي جم جاي كده في طشتر ماء قاعد يا سلامة هاكدامت المجس وهم منجس لا تنجس ما تنجس لا تنجس لهم عاد مهب ما تنجس لا تنجس لا تنجس لا تنجس لا تنجس ولا يعفى عن شيء من النجاسات إلا ليسير من الدم والقرح فيوقف عنهما في خوب أو بدن وتصح الصلاة معهما وإلا ما أي شيء لا نفس له سائلة كذباب ونمل إذا وقع في الإناء ومات فيه فإنه لا ينجسه لا ينجسه والنم والنموس والهبوش والحجاب بس بشر أن يقع أما إذا فرحه طارح ينجسه وإذا فحش بحيث يغير الماء أيضا ينجسه وفي بعض النسخ إذا مات في الإناء وأفهم قوله وأفهم قوله وقع أي بنفسه أنه لو طرح ما لا نفس له سائلة في الماء ضر وهو لو طرح فرحه طارح واحد جنجسه ميتة ما لا نفس له سائلة وغيرت ما وقعت فيه نجسته وإذا نشأت هذه الميتة من المائع كدود خل وفاكهة لم تنجسه قطعا والجب كما سبب في النجاس هي نشأت والخلاي في الجب والجب فيها لو طاعت طاعت جفا ماتت فيه حل تنجسه لحسر الاحتراز والمشقة تجدت المتسير 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 وكذا لو في فاكهة كمشمش أو موز أو نحو ذلك هذي حين أكله به في حين وهذا كله نعلم جميعا إنه إذا طابت النفس وإذا طابت وإذا طابت حبائه لك ربما إنسان لا تطيب نفسه بذلك في يحضر معه طب وكذا في حفن شرب الماء الذي وقع فيه الضبان هو لو يقول سبحان الله كما قال صلى الله عليه وسلم فإن في أحد جناحي هداء وفي الآخر جواء يعني لهذا الداء يعني لو واقعت الدبابة بشايد لو أنت لما استهد إلى كده يبقى الداء اللي فيها جالوا إيه مصر أو مصر عدلة الحجاية لأن ما يكون شاء مصر ويثثنا مع ما ذكر هنا مسائل مذكورة في المبسوطات سبق بعضها في كتاب الطهارة والحيوان كله طاهر إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما مع حيوان طاهر وعبارته تصطق بطهارة الدود المتولد من النجاسة وهو كذلك والميتات كلها نجسة ما ذكره عن إيه بقى الكلب؟ الدود المتولد من المجاسة هل هو طاهر أم لا؟ ماذا؟ 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 بل الصوت في حمدنا حاجة اسمها استحالح حاجة اسمها والتحول من شيء إلى شيء فيه لمؤخذة جيفة مرفاه على الطريق مدودة وطلع منها بيه يبقى انتم ده طاهر ولا نجاسة نجس 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 بس هو بقى حيوان هي يجيفها نجسة بس هو بقى ماذا؟ ده صاحب بيجري الدود الدود المتخلق من الجيبة دميئا فيه لئين جيبة تبقى على الجن وخرج منها دود هذا الدود طاهر أم لا نجس أليس حيوانا أليس حيوانا أو مش حيوان يبقى طاهر ماذا؟ 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 دم دم وإيه كمان؟ فارسين ودم تخرجه من بين فارسين والفارة بتاع الغزاب الخاص أليس من لي ماذا؟ هيا المسك هي فارة المسك فارة المسك في آه؟ قرب دم ناجس تمام؟ من عظم العظم ايه او غزالة لا من دم يمتلعه كخراب يجيانه بالسرعة يحتج ويستطر يجد ايها ايه مذيال هذا المسك وهذا اطلب المسك قال وشمز كلامه الدود المتخلص من النجازة ولو مغلب ولو مغلب طب والحيوان كله طاهر الا الكلب والخنزير وما تولد منهما او من احدهما مع حيوان طاهر لأن كواه القاد يتبع الفرع ايه فانتسراب الاباه والامة فالرق والحرية والذكاءات الاخف واضح يا شباب الفرع يتبع في النسب حسين ابن خلاف الله وترجح سلمتباهين تمام يتبع في النسب ايه ابي اباه يتبع الفرع في انتساب اباه والامة في الرق والحرية والامة ايه اذا كانت الام حرة فولدها حر ولو كان ابوه ايه عبد ولو كان ابوه عبد واذا كانت الام مملوكة وولدها مملوك لسيدها ولو كان ابوه حرة ولذلك الاسلام ضيق مكاح الامة ولا يجيزوه الا بشروط شرطان موجودان في القرآن لا هما محصنات غير مسافحات ولا متخذات اقدام فانكحونا بإذنها لهلنا واتولنا وجلنا بالمعروف محصنات غير مسافحات لتخذات اقدام ومن لم يستطع منكم طولا بها ينكع المحصنات المؤمنة فإنما ملكت فإنما لكم من المحصنات المؤمنة يبقى الاول ده ثلاث شروط حتى الشرط الاول ان لا يجد مهرة حرة يعجز عن ايه؟ عن الحر؟ نعم شرط الثاني من فتياتكم ايه؟ المؤمنات هيا يا شيء هل تكون مسلمة الشرط الثالث يا ويه انا في النجاح انا في النجاح انا في الوقت عادي نجيب ثلاث يروط الآن يقول الله تعالى فمن لم يستطع منكم طولا يعني ايه؟ غنم يا ليس يا داي حدرة على نجاح حرة حرة عايزة قالت لنيه الاما هيتبع لسيدها مت جنة وياخدها يقول لي اعطيها ها هل هيبشي الحال هدي واحد الشرط الثاني هيتكون ايه؟ مسلمة ومما ملكة اي معنوكم؟ الفتيات حال اثنون مين يجيب الشرط الثالث؟ لا 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 محصنات ويرو مسافحات وانتخزات الاولاء لا لا ذلك نحنقول له هذا اول شرط فما انتبهوا فمن لم يستطع منكم طولا هذا الشرط الاول الشرط الثاني ان تكون مسلمة من فتياتكم الشرط الثالث ذلك لمن خشي يخاف على نفس الزن بقي شرط الرابع هو ان لا تكون تحته حرة تصدح بالاستمتاع سواء كانت مملوكة او زوجة يعني لو كان مثلا عنده زوجة لكن ايه؟ يعني استفدت الصلاحية بتاعتها ستكن في المية ها؟ مش شباب ها؟ لماذا ضيق الحدود؟ لعل تسترقى الاولاد نعم نعم يتبع الفرع ايه؟ بانتساب الالامة والامة والزكاة الاختة والدين الاعلى والذي الشدة والذي الشدة في جزاء ودية واخذت الاصطين برجسا ودبحا ومكاحا والأكل والأطل يبقى ايه؟ يبقى ايه؟ يبقى ايه؟ 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 يبقى ايه؟ 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 والميتة كلها نجسة الا السمك والجراد والآدمي الميتة هي الزائلة الحياة بغير دكاة شرعية معرف الميتة هي ايه؟ الزائلة الحياة بغير دكاة شرعية فان يدخل في ذلك ما لو جبح مجوسي أو وثني أو دبحت بعظم أو سن أو كان مثلا لو دبح غير مأكول اللح فان ينصح تباح الحمار لا يخبر كل الميتة هي الزائلة الحياة بغير دكاة شرعية الميتات كلها نجسة إلا ثلاثة السمك والجران والآدم معركونا الجراد لحل أكل لحل أكل موجود أين حل أكل في السعودية كان بيهي يكتر ويكروح ويشفوه يكروح والضب أكل والميتة كلها نجسة إلا السمك والجراد والآدبي وفي بعض ابن السخ وابن آدم أي ميتة كل منها فإنها طاهرة أي ميتة كل منها فإنها طاهرة الآدم الإنسان والجراد والسمك ويغسل الإناء من ولوغ الكلب والخنزير سبع مرات لماء طهور إحداهن مصحوبة بالتراب ويغسل الإنسان والجراد والعزير سبع مصحوبة بالخنزير قال صلى الله عليه وسلم إذا ولغ المناع فيه إذا ولغ المناع يحدكم فليغسله إيه سبعة مرات ومر إحداهن بالتراب ومر أولاهن بالتراب ومر أخراهن بالتراب ومر عطروه السامنة إحدى التراب يعني تكون غسلة من هذه الغسدات مصحوبة بإيه بالتراب فإما أن يضع التراب على المحل أولا ثم يطيب الماء بحيث يعم التراب جميع الأجزاء وإما أن يخلط التراب بالماء ثم يصبه على المحل والأفضل أن يكون التدريب في الغسلة الأمئلة لماذا قلنا نعم حدث لو أخره السامنة يحتاج إلى الأفضل التفاع؟ ده ده هو السامنة معناه يعني أن تصحب السامعة التراب لا لا هو الفايدة فيها إيه؟ لأنه نقول لحكم الماء الماء هذا حكم المحل طهارة ونجاسة ولذلك قال في التحريب ويغسل ما ترشرش منه بعدد ما بقي من الغسلات ويغسل إيه؟ ما ترشرش منه بعدد ما بقي من الغسلات أولاً في المجاسة الكلبية يجب أولاً زالت أوصافها من طعم ولون وله لو زالت الأوصاف بخمس غسلات تحسب كام؟ واحد ها ها هل احنا أنا أدعان هذا المعشات المعامة المعامة عليها هنا نجاسة كلبية ولكن فيه هنبدأ أعمل أول واحدة واحدة فيه لون ورائحة فغسلتها حتى مراحة الريحة غسلتها كم غسلتها؟ عشر يبقى العشرة تحسب كلها إيه؟ واحد واحد تمام؟ تمام مرة؟ تمام ها يعني لو كانت المجاسة الكلبية لها لون أو رائحة يجب الأول زالت أوصاتها ولو زالت الأوصار لست غسلات حسبت كلها إيه؟ واحد إذن بعد النقاء بعد النقاء تحسب الغسلة التي عزالت لو كانت حكمية مش إشكال عرفنا الحكمية لكن لو كان عينية لون رائحة طعم وزالت بخمسة غسلات تحصل هذه الغسلات كلها إيه؟ واحدة واحدة بعد كده كان ستة طيب ويغسلوا ما ترشرشة منه بمعدد ما بقي من المسلات أنا بغسل كده بيه بلعيف خالص خالص وبعدد أنواح المعدي أفزع كيدي هاوه المشجر هم حافظ خالص خالص لكن عند دهي أبي هنقابلت بكده ومعدي هاوه 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 حكم الثوق في البطن يقول لها في وضوء الكلام من ده يقول لها حكم ما تبقى من بك الغسلات أيوه كم بقي كم غسل هاوه لو غسلوا ثلاثة يبقى يتفضل أربعة يبقى أنه يغسل كام أربعة مرة أربعة مرة تمام وانا تاني لا تمام معا على الأقول حكم الماء حكم المحل إذا طهر المحل كان الماء إيه طاهر وإذا لم يطهر المحل كان الماء إيه من الدمجس فلو كان مجاسة عادية ولسا فيه إيه رائحة ورش رش عليها شيء يجب عليها إيه بس لهذا المسل هنا بقى أنا بغسل إيه مجاسة كنبية أو كنزية وغسلت أربع مرة في الرابعة أنا بغسل كده بالراحة sao هل قعدة الان allora دقياد هذه بعد أربع أربع بالمها غسلًا أنا غسلت أربع هذيه الرابع هذيه الرابع الرابع هم جايي واحد ما عندهم أو أبرمتعي كم بقي ويفضل بقى التتريب في الاولى لاني لو لم اترب قبل ذلك احتجت الى تتريب احتجت على تتريب ثوبي اذا اتربت قبل ذلك بها ونعمت خلاص مع السلام لكن اذا لم اترب يجب علي ايه تتريب الثوبي اذا لم تزل النجاسة الكلبية الا بست غسلات او سبعة او خمسة حسبت كلها ايه رجال غسلة واحدة فضل يسي ويغسل الاذاء من منوغ الكلب والخنزير سبع مرات بماء طهور احدهن مصحوبة للتراب الطهور يعم المحل المتنجس فان كان المتنجس بما ذكر بما ذكر في ماء جار كذر كفى مرور سبع جرايات مرور سبع جرايات عليه بلا تعخير لا حسنا سبع جرايات الا الجرايات اذا كان النهر اذا كان فيه ايه كدورة فيه ايه كدورة الماء معكر بالطيب هل يكفي ذلك على التطريب نعم يكفي شو انت عايزين التراب التراب ما للأرض هو الماء يكفي كدر الماء الماء كدر من الطين الذي فيه من التراب يكفي يبعيدا انا الان معي الثوب الالم هذا خلي بالحضر الماء هو واحد اتنين خمسة ستة سبعة وفق طهر المكان ولا احتاج الى ايه تتريب زي في الممر كدر لا ممر ايه لا ده موضوع ثاني الموضوع ثاني خليك معي اذا كان الماء كدر بما في مقر من طين وطراب يبقى يكفي ايه ويغني عن ايه التتريب واذا كان كثيرا كالترع والانهار والحاجات اشياء هذه يكفي هكذا اه واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة ستة سبعة طهر المكان حد اذا كان الماء ايه را كدر طب واذا كان فيه جريات الموج حرفين الموج كفى مروره سبع جريات علي انا بس سمسك الالم كده والموج ايه يعد واحد كده من اللي حد سبعة وضحت تضل يعني اذا كان الماء راكد وهو كثير وفيه تراب الارض ارض الماء بحيث كدرت الماء تكفي هذه الكدورة وتغني عن التتريب يبقى هكذا واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة واذا كان فيه ايه الموت انا همسك بس كده خدا بس والموج واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة سبعة مروره سبع جريات اذا كما المرد اشيق كروح مولانا ازاي في الماء الفيضان كده في الدنح همال له مال في الدن لا 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 ده موضوع لا 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 يغسل الاناء من منوغ الكلب والخنزير سبع مرات بماء طهور احداهن مصحوبة بالتراب الطهور يعوم المحل المتنجس فان كان المتنجس بما ذكر في ماء جار كدر 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 كفى مرور سبع جريات عليه سبع جريات موجات الموج والقدورة تكفي عن التعفير والتتريب فضل واضح كده الهابس كده اهو اهو والموج ايه بيعد واحد اثنين ثلاثة اربعة خمس ستة سبعة طب انا فيش موت واحد اكتر او واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة يلا واذا لم تزل عين اخلي بالكم بقى من حتة دي اللي بدأنا بيها في الاول الكلام ها واذا لم تزل عين النجاسة الكلبية الا بستة مثلا حسبت كلها وصلة واحدة نعم وكمان مرة ففهم النقطرية اذا لم تزل عين النجاسة الكلبية الا بستة مثلا ها حسبت كلها وصلة واحدة اذا هنا يحسب على العين بيتا اي عين واي وصف انا يلزمني الاول الثوب يكون نظيف وبعدين عين لا لون ولا طعم ولا ريح لو كان فيه لون ولا رائحة لا يحسب فالارض الترابية لا يجب التراب فيها على الاصف الارض الترابية لو بال الكلب مثلا في ارض ترابية واردنا تطهيرها هل يجب تطريبها هي تراب في الاصح هل باله ملاحظة ان مثل هذا الشيء وكذلك بول الصبي يا لو بال الصبي على ثوب الان الماء ما زال موجود ينفع رش عليه ولا عصوره الاول ها البول ما زال موجود على الثوب يما اطركم ما يجف يما عصوره قوة حيث لا يبقى شيء وبعدها نرش الماء كذلك الارض اذا بال عليها كلب او بال رجل واردنا ان نطهرها اما ان نصبر عليها الى ايه ان يجف واما ان نزيل هذا الشيء من عليها لانك مش هتطهر البول واضح يعني لو فيه هنا بول ها وجبت مية كده وحطتها عليه وسال هنا وهنا 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 ايه اللي حصل ايه اللي حصل يا عم شاه ها انتشرت النجاسة كل ما كان وضع وصل لهذا الماء للجاسة طب في بعض النسخ مرة وتأتي عليه والثلاث في بعض النسخ والثلاث بالتاء افضل نعم ولان كما قلت لكم في البداية لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من نعمه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ايه فانه لا يدري اين باتت يده امر بها عند الشك بالثلاث فعند اليقين اولى ولذلك قالوا لا يخرج من عهدة الشارع الا ايه باستفاء الثلاث يعني لو غسل يديه مرة طهرت يقينا لكن هل تزول الكراهة تبقى الكراهة لو غسلها مرتين طهرت يقينا لو غسلها ثلاث مرات خلاص منشكلين فضل يا سيد واعلم ان غسلت النجاسة بعد ظهارة المحل المقصول طاهرة ان انفصلت غير بتغيرها ولم يزد وزنها بعد انفصالها عما كان بعد اعتبار مقدار ما يتشربه المقصول من النعم هذا اذا لم تبلغ كلتين اه انتفاء واضح القيود دي اللي هي اللي قلنا عليها في البداية الغسالة طاهرة بشرب ان تنفصل وان يطور المحل وان لا يزيد ايه وزنها كان مثلا معي هذا الماء الى هنا وقسلت وانتقلا وبعدين حطيته في الازازة وانت وصل هنا فمن اين اتت هذه الزيادة بعد اعتبار ايه ما يتشرب ما يتشربه المقصول من الماء ما نحطبه مياه هنا مش معقول دي مش هتشرب مياه هتشرب يعني لو كان مثلا خمسين سنتي ميت سنتي ماء وبعدين وجدتها مئة وسنتي يبقى الزيادة اثمين لكن لابد ان تقل عن الماء لانه لابد ان يتشرب ايه المقصول شيئا وان يطور المحل وان لا يتتغير فضل والان بتبدل بنظمها جدا ولو جرى ايه ولو جرى قليل ما على محل نجافة ازالها ثم انفصل ولم يجد ودنا الولاد فغيرا فطاهرا ولم يكن ولو جرى قليل ما ان يكون الماء قليلا جرى ان يكون واردا او جرى قليل ما على محل نجاسة وانت ازالها ان يطور المحل واي انفصل ولم يزل وزنه ان لا يزل وزنه وان لا يتغير فضل واعلم ان غسلة النجازة بعد طهارة المحل المقصود طهرة ان انتصلت غير المتغيرة ويجد وزنها بعد اتصالها عما كان بعد اعتبار بخدار ما يتشربه المقصود من الناس هذا اذا لم تبلغ كلتين كان بلغت فان بلغت هذا معنى الاستحالة من صفة الى صفة الاخر زي انقلاب الخمر الى خل سيأتي ان شاء الله سيأتي ان شاء الله سيأتي ان كل شيء فقال واذا تخللت الخمر الخمر اساسا هي المتخذة من ماء العنب ويتشمل جميع انواع الخمور سواء من الطمر او من غيره التخلل معناه ان تتحول الى خل بس عشان من اجل ان تكون طاهرة لها شروط الاول الا تصاحبها عين طاهرة او نجس هذا في خمر تمام ووقع الالم والالم ايه طاهر الالم ايه خلي باركم معاي ان في فرق من العين النجسة والعين ايه الطاهرة وقع فيها هذا القلم تمام وهو ايه طاه ثم نزعته منها قبل ان تتخللت فما فيش اشكال اذا تخللت طاهرت لكن لو صاحبها هذا القلم الى ان طاهرت فما الحك القلم تنجس بالخمرة وبعد ان طهرت الخمرة نجسها القلم اذا نقول بلا مصاحبة عين مطلقا سواء كان هذه العين طاهرة ام نجسة انا هذا الزباجة ووقع فيها الالم وهو طاهر وصاحبها الى ان ايه تخللت نجسها طيب عين نجسة وصاحبتها الى ان تخللت نجستها كده واضح طيب عين طاهرة ونزعت فورا ثم تحولت الى الى خلل فما الحك ها ها عين طاهرة الى ما هو عاو عاوض الخمرة وضعت كده وشلت على طول لا يضر لا يضر ما فيش اشكال طيب عين نجسة ونزعت فورا ها ما هي نجسة ما هي ما هي يضر بعد التخلل يضر لا يضر مطلقا يضر لان النجس يقبل التنجيس النجس يقبل التنجيس الخمرة نجسة نجسة وتخللت بدون اي عين فيها فهي طاهرة طيب صاحبتها عين هل بل حضرتكم من السؤال للنظام صاحبتها ايه عين معها ايه سواء كانت هذه العين صاحبتها من اول ما كانت خل الخمر الى ان صارت ايه خل سواء كانت هذه العين طاهرة او نجسة تبقى لا تطور لانها ان كانت نجسة فقد نجستها وان كانت طاهرة نجسة بالخمر ثم نجست ايه الخمر ايش تفهم لسه لسه تعالى وانا فاهمك تعالى هاته الطائب هاته الطائب تعالى تعالى بطائبك لحبك ال لحبك حط الطائب هاته خليك معا هذه دا اناء هو ومليان خمر تمام وضع وقع فيه الالم والقلم طاهر وظل فيه القلم الى ان صار ايه خل يبقى يبقى القلم تنجس بايه وبعد ان طهرت الخمر نجسها صاح كده دا لو كان ايه طاهر لكن لو كان طاهر اه ونزع قبل ان تتخلق مر لا يضر تقوضح لو كان عين طاهرة اهي وقبل وقبل ما في الخمر تتحول لخل شلتها ايه لا يضر العين الطاهرة اما ان تكون العين نجسا واما ان تكون ايه طاهرة ناخد طاهرة اولا طاهرة وقعت في الاناء وبقيت فيه الى ان صار ايه خل يبقى هي الاول تنجست بالخمر ثم نجست ايه الخل يبقى الخل اذا ايه نجس كده واضح طيب عين نجسة هذه نجسة وقعت في ايه في القمر ثم نزعتها ثم صار تخل تطهر ام لا لماذا لان القائل الصحيح ان النجسة يقبل التنجيس كده واضح طيب هنعمل ايه في الازازة دي بقى امتضر على الوحد طيب الازازة دي تنجس وده كمان ايه مش كده وباس ده الخمر فارد وعمل رغوة وصلت كده لحد هنا هي لحد هنا خلكم معايا الى هنا وبعدين ايه عملت ايه غلط ورغط عملت ايه رغوة زي الشاي بيعمل رغوة وصلت الى هنا ثم عادت سكنت 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 الى هنا وتحولت الى ايه وداخل فما حكم الاناء وما حكم الخمر الاناء طاهر اذا طهرت الخمر سيأتي قوله رحمه الله واذا طهرت الخمر طهرة دنها تبعا لها الدن هو اللي فيه الاناء لان هو طيب طب لحد هنا ماشي طب وزيادة دي نعمل فا ايه طهرة ولا غير طهرة ها ليست طهرة يبقى انا وحاجة امسك الازازة كده عملها كده تقوم بتنجس كلها يبقى ايه كأنك مزيد ها ايه رجال ها الخمر الشيخ طروت يقول بس الحد هنا طيب ورافض ازا هندل حول هاش فط ها لا واذا طهرت الخمر طهرة ايه دنها ده الدن اسمه دن الازازة هذه الزجاجة تبعا لها يبقى كلها طهرة لأن لو لم نكن بطهارته وطهارة ايه هذا الجزء لم يبقى لنا خلي طهرة طبعا نجب ازاي كده وضحت الخمر هي المتأساسا هي المتخذة من العنم فضل ياسم الشيخ ونما فرغ المصدق يطر بالغسل شرع فيما يطر بالاستحالة وهي انقلاب الشيء من صفة من صفة يدخل يدخل في ذلك انقلاب الدم لبنا ومنيا انقلاب الخمر خلا المصدق واذا تخللت الخمر وهي المتخذة من ماء العنم محترمة كانت الخمر ام لا المحترمة هي ايه لا بقصد الخمرية بس كده طيب اذا بقصد الخلية بقصد الخلية او بلا قصد شيء الخمر المحترمة هي ما كانت لكتابي او ذمي ما النشأن به او ما عسرت بقى هنا فيه خلاف فيه رأيين بيقوله ما عسرت بقصد الخلية او عسرت لا بقصد الخمرية ايه الفرق خليكم معي الخمر المحترم عرفنا الاول ما كانت لذمي او كتابي بس بشرت ان لا يظهرها وان لا يسقيها لمسلم الى اخر الخمر المحترم هي ما عسرت بقصد بقصد الخلية يعني اوه هو عصر وسابها ما تبقى خمرة ها وتبقى خل وقصد وقصد ذلك عني ايه رأي الثاني هي ما عصرت لا بقصد ايه الخمرية يعني ايه يعني انا ايه عملت عصير عناب حطوه اولاد في التلاجة شوية ولا كده والعيال نسوه يومين ثلاثة اربعة ببصد رأيته بقى ايه خمر طب سيبه بقى خل كده وضحت والخمر بجميع انواعها سواء كانت محترمة ام غير محترمة تطهر اذا تحولت ايه الى خل فضل يا سيدي لا خلاص خلص الباب اذا تخللت الخبرات اه ايه وين لك تتخلل الخبرة بتفسها ده الخللة بطرح بطرح شيء فيها لم تطهر اذا طهرت الخمر طهر دنها تبع الله اخر حاجة طيب كمان مرة الدن هو ايه الوعاء الذي فيه الخمر ولو ايه وليه غلط وارتفعت وفارت تمام فالإناء الذي فيه الخمر طاهر بشرط 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 تصحبها ايه عين بشرط ايه سواء كانت العين طاهرة ام نجسة بشرط بشرط تصحبها الى التخلل عين واضح يا ريس سواء كانت هذه العين ايه طاهرة او نجسة اما قبل التخلل فينظر ان كانت طاهرة ونزعت فورا ها طاهرة ونزعت قبل التخلل ها ها انا دي خمر ها والألم ده وقع مني هنا فيها وانت شاوله بسرعة نعم ما يدونش طاب وقع فيها حاجة نجسة نجاسة وبسرعة شلتها نعم ها صحيح يدور لو كانت العين نجسة يدور لماذا لان النجس يقبل ايه التنجيس تحول الشيء من صفة الى اخرى وتحول الدم الى مني وتحول الدم الى لبن وتحول الخمر الاستحالة الى خل وغير وغير ذلك كده وضح الباب تمام فيه شيء ما اسكال ولا فيه اي حاجة بالنسبة لرأي مذهبنا في مأكول اللحم كيف خطم شرب بولي الجماعة في هذا لقنا وفيه عصرنا وغير عصرنا ريسنا هو اللي يمشي لا كله نجس الابوال والاروات كلها نجس ولو من مأكول اللحم كما قال الشيخ احنا نحلنا على مذهب هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وعليكم وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا وجعلكم الله هداة مهتدين آمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين